تأجيل إجازة قانون للانتخابات في البرلمان للمرة الثالثة توالي أن يؤكد عمق الخلاف حول القانون في الوقت الذي يؤكد فيه حزب المؤتمر الوطني أن نسبة التوافق حوله تجاوزت التسعين بالمئة الأمر الذي وصفه بعض المهتمين بالمتناقض مع ما ذهبت إليه بعض القوى السياسية حيث هددت بمقاطعة الانتخابات في حال تمسك الوطني بمواقفه الرافضة للتعديلات التي طالبت لها بعض الأحزاب العديد من نقاط الخلاف بين المؤتمر الوطني والأحزاب والقوى السياسية حول قانون الانتخابات 2020 من أبرزها تطالب القوى السياسية بانتخاب الولى فيما يرى المؤتمر الوطني أن يتم اختيار الولاة من المجالس التشريعية اتفقت معظم الأحزاب السياسية على ضرورة حصل الاقتراع في يوم واحد وهو ما رفضه المؤتمر الوطني تباينت أراء القوى السياسية المختلفة حول تكوين مفوضية الانتخابات هل يتم بقرار رئاسي أم بواسطة رئيس الوزراء تمسكت القوى السياسية بتصويت المغتربين في الدوائر القومية فيما رفض الوطني الأمر جملة وتفصيلا اختلفت الأحزاب السياسية فيما بينها حول مرجعية القانون هل تكون للحوار الوطني أم للدستور طالبت العديد من الأحزاب بإلغاء الفقرة التي تتحدث عن إلغاء نتائج الدوائر بواسطة ضباط الانتخابات حال وجود إشكاليات دون الرجوع للقاضي الخلافات حول قانون الانتخابات الذي وصل مرحلة العرض الثالث والأخير بالبرلمان تشير بوضوح إلى فقدان الثقة بين المكونات السياسية بالبلاد فالتوافق بين فرقاء السياسة السودانية بات أمرا صعبا ويهدد العملية الديمقراطية في المستقبل حتى لو توصلت جميع الأطراف لاتفاق مؤقت فإن الشواهد تشير إلى أن انتخابات 2020 لن تكون مثالية اشتركوا في القناة